عندي ترك جميلة عملتها عن طريق زر الجرس في حال كان نظام الانذار فعال عندي في المنزل ومش عامل عليه اي تأخير في اطلاق صفارة الانذار وفتحت باب البيت رح يغرب الانذار مباشر طبعا من الداخل بإمكاني يعطل الانذار بسهولة مثلا أنا عندي هاي الكبسة على الضغطة المطولة بتعطل الانذار لكن أنا بدي يعطل الانذار قبل ما أدخل المنزل وبدون ما أستخدم الهاتف وهون دور للترك رح أشغل الانذار مرة تانية وبمجرد ما أضغط زر الجرس وأفتح باب البيت بتعطل الانذار وعشان توضح الصورة أكتر حطيت تايمر ورح أشغل الانذار كمان مرة مجرد ما أضغط زر الجرس معي عشر ثواني فقط أفتح باب البيت إذا ما فتحت الباب قبل انتهاء العشر ثواني رح يضرب الانذار خلينا نشوف كيف عملت هاي الترك أول شي عشان نفهم هذا الفيديو بشكل كامل الأفضل إنكم تحضروا الفيديوهات اللي رح تظهر على الشاشة الآن روابطها رح تكون موجودة في الأسفل بالترتيب المناسب لمشاهدتها أول جهاز لازمنا لتحقيق هاي الفكرة أو الترك هو حساس تواجد وهمي رح ندخل على devices وبعدين add device ورح نختار virtual ورح نسمي هذا الجهاز virtual presence ورح نختار النوع أيضا virtual presence وبعدها رح نعمل save الآن هذا الجهاز من خلاله بإمكاننا نحدد هل الشخص موجود أو غير موجود في المنزل إحنا حاليا رح نخليه على arrive وطبعا بإمكاننا نفعل اللوق من هذا الخيار عشان نستطيع نتبعه من خلال اللوق الآن بإمكاننا نعمل save وهذا الجهاز جاهز الآن الآن رح نروح على التطبيقات على apps في تطبيق اسمه mode manager شرحناه بالتفصيل في فيديو سابق أنا عندي مختار أوضاع المنزل كالتالي على العشرة صباحا البيت بتحول إلى day عند غروب الشمس بتحول إلى evening وعلى 11 بتحول إلى night وعندي أيضا وضع sleep ووضع الاوي ما لهم موعد لكن عند تفعيلهم بتعطل تفعيل الموعيد في الأعلى الآن في هذا الخيار اللي هو sit mode with presence sensor أنا عندي في arrival sensor وإنتوا مش رح تلاقوا حاليا منه في الأسواق فما رح نشرح عنه الآن مع أني شرحته في فيديو سابق إحنا فعليا الجهاز الوهمي اللي عملناه هو جهاز مشابه للarrival sensor شو يعني هذا الخيار؟ يعني إذا كان وضع البيت أوي وأي واحد من الأجهزة الموجودة هون رجع إلى المنزل مباشر النظام بيعتبر أنه في شخص وصل للمنزل ولازم المنزل يطلع من وضع الأوي ويرجع إلى أحد الأوضاع الرئيسية day أو evening أو night وطبعا رح يختار الوضع المناسب حسب وقت الرجوع للمنزل الآن أنا بدي أحط الجهاز الوهمي اللي احنا عملناه قبل قليل مع هاي الخيارات عشان يرجع البيت إلى أحد الأوضاع الرئيسية لما يتحول هذا الجهاز الوهمي إلى وضع الarrival والآن رح أضيفه معهم وهيك صار عنا إذا وصل الvirtual presence إلى المنزل رح يكنسل الأوي مود ورح يرجع البيت للوضع الطبيعي الآن بإمكاننا نعمل done الآن في عنا هذا التطبيق واللي هو الهوبيتات safety monitor واللي هو النظام الإنذار في هوبيتات في هذا التطبيق بمجرد ما يتحول البيت إلى أوي بتفعل الإنذار ومجرد ما يطلع المود من الأوي بتعطل الإنذار إذا دخلنا على خيارات الأوي عندي مثلا إذا فتح باب البيت أو باب البرندا أو صار حركة على أي واحد من هذه الحساسات مباشرة بوصلني تنبيه على الهاتف وبضرب الإنذار وإضاءة اللايف اكس بتعمل فلاش وهذا الautomation بتفعل بشكل أوتوماتيكي لما يتحول البيت إلى أوي زي ما حكينا وبتعطل بعد الخروج من وضع الأوي مود فإحنا من خلال حساس التواجد الوهمي حددنا إنه إذا وصل للحساس بدنا نكنسل الأوي مود ومباشرة رح يتعطل نظام الإنذار الآن خلينا نعمل الautomation اللي رح يغير حساس التواجد الوهمي من موجود إلى غير موجود أو العكس فرح نروح على الرول ماشين ونعمل رول جديدة رح أختار اسم لهذه الرول doorbell cancel away mode ورح أفعل أول خيار واللي هو use require expression هذا يعتبر شرط مسبق في حال كان غير محقق ما رح تشتغل هاي الرول كاملة رح نضغط عليه ورح نختار new condition ونختار المود ورح نختار من خلاله الأوي ورح نضغط على دن وكمان مرة دن ودن أخيرة الآن صار عندنا شرط مسبق أنه البيت لازم يكون أوي قبل ما هاي الرول تفكر تشتغل من الأساس والهدف منه أنه نخفف ضغط على النظام كامل ما بدي عن كل رنة جرس نشغل هاي الرول فقط لما أكون خارج المنزل الآن بدنا نحدد الحدث اللي لما يسير ويكون المود أوي يشغل هاي الرول ورح أختار local endpoint هاي شرحتها بالتفصيل في فيديو شيلي i4 وحكينا إنها بتعطينا رابط إذا تم الضغط عليه بتشتغل هاي الرول وبتعمل fire رح أضغط عليها الآن عشان أخذ هذا الرابط على الشيلي اللي بترني الجرس إحنا لما صورنا تركيب الشيلي على الجرس عملنا action إنه في حالة ضغط على زر الجرس الشيلي بتضغط على رابط وبتعمل callback على نفسه رح نحط هذا الرابط أيضا مع الضغطة القصيرة بحيث إنه إذا تم رني الجرس شيلي رح تضغط على هذا الرابط والرول على هوبيتات رح تتفعل أو بمعنى آخر رح تعمل fire ورح نعمل save هيك انتهى شغلنا مع الشيلي اللي بترني الجرس وباقي شغلنا كله مع الهوبيتات الآن الرابط جاهز وبإمكاننا نضغط على done وكمان مرة done هيك صار عنا إذا المود أوي ورن الجرس على شيلي هاي الرولز بتشتغل وبدأ تنفذ action الآن رح نختار أول خيار في الaction واللي هو الwait ورح نختار wait for event وإحنا حكينا في فيديو سابق إنه هذا الخيار بنتظر حدث يتحقق وإحنا بدنا إياه ينتظر الباب يفتح رح نختار contact ورح نختار front door وبدنا يستنى أن يصير open ورح نحدد مدة انتظار 10 ثواني فقط هذا الwait رح يستنى الباب يفتح إذا فتح الباب قبل انتهاء المدة رح ينتقل هذا الautomation إلى الخطوة التالية وإذا انتهت المدة قبل ما يفتح الباب أيضا رح ينتقل إلى الخطوة التالية خلينا نعمل الخطوة التالية عشان توضح الصورة رح نضيف action جديد ورح نختار conditional action يعني action مع شرط ورح نختار if expression then وبعدها new condition ورح نختار نفس حساس الباب إذا كان مفتوح الaction الأول مستنى حساس الباب يفتح في حال فتح رح ينتقل للخطوة التانية وفي حال ما فتح وانتهت العشر ثواني رح ينتقل أيضا للخطوة الثانية واللي هي الif رح تسأل الif سؤال هل الحساس مفتوح الآن؟ إذا كان الجواب نعم رح تنتقل للخطوة اللي بعدها واللي هي رح نعملها الآن رح نختار custom action ومن الخيارات رح نختار run custom action ومن هون رح نختار presence وبعدها حساس التواجد الوهمي اللي احنا عملنا وهون بدنا نغير حالة هذا الحساس إلى arrive بمعنى موجود أو وصل إلى المنزل باقي الخيارات اللي موجودة هون ما في داعي نعدل عليها والآن رح نرجع نقرأ الأكشن الاحتمال الأول انتظر الباب أنه يفتح لمدة عشر ثواني في حال فتح قبل انتهاء المدة رح ينتقل النظام إلى الخطوة الثانية ورح يسأل الأكشن الثاني هل حساس الباب مفتوح؟ ورح يكون الجواب نعم مفتوح مباشرة رح يحول حساس التواجد الوهمي إلى موجود أو arrived أما الاحتمال الثاني انتظر الباب أنه يفتح ومرت العشر ثواني وما فتح الباب رح يسأل النظام هل الباب مفتوح؟ الجواب رح يكون لا مباشرة رح يتجاهل النظام الخطوة اللي بعدها ورح ينتقل لخطوة جديدة واللي هي الـ else إذا كان موجود هذا الخيار لكن إحنا ما عنا else في هذا الـ automation رح يتجاهل النظام تحويل حساس التواجد إلى arrive بمعنى آخر في الـ if statement إذا كان الجواب نعم بتنفذ خيار الذن واللي هو في مثالنا تغيير حساس التواجد إلى arrived أما إذا كان الجواب لا يتم تنفيذ الخيار في الـ else واللي هي مش موجودة في مثالنا فالنظام ما رح يتصرف أي تصرف إضافي ودائما في الـ if statement يتم إغلاقها عن طريق هذا الخيار واللي هو end if وهيك انتهينا من هذا الـ automation الآن تبقى علينا automation بسيط واللي هو إنه نعمل rule machine جديدة تحول حساس التواجد إلى غير موجود عندما يكون المنزل في وضع الأوي وهذا كل شي بخص هايلتريك خبروني رأيكم في التعليقات سلام عليكم